بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اختلف العلماء صفحة 74 اختلف العلماء رحمهم الله في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرُّك بالابتداء بها والمُختار القول الثاني أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرُّك بالابتداء بها واتفقوا أي العلماء رحمهم الله على أنها بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة سورة براءة لا يُقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها جُعلت هي والأنفال كسورة واحدة والباء في بسم الله للإستعانة الباء معناها الإستعانة بسم الله الرحمن الرحيم وهي متعلقة بمحذوف قدَّره بعضهم فعلًا وقدَّره بعضهم إسماً والقولان متقاربان وبكلٍّ ورد في القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك وهنا قدَّره فعلًا يعني فعلًا اقرأ فعل وقيل وقال باسم الله مجريها ومرساها هنا جعله إسماً وهو باسم الله مجريها ومرساها ويحسن جعل المقدَّر متأخراً لأن الإسم أحقُّ بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الإسم الكريم بكونه متبرَّكًا به باسم الله فكلُّ بركة في اسم الله تعالى والإسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعييناً له أو تمييزاً واختُلف في أصل اشتقاقه اشتقاق الإسم فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة وقيل من السمو وهو المختار يعني العلو وهمزته همزة وصلٍ بسم الله الهمزة همزة وصل وليس الإسم نفس المُسمَّى كما ذعم بعضهم فإن الإسم هو اللفظ الدَّال والمُسمَّى هو المعنى المدلول عليه بذلك الإسم وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها التسمية فعلُ المُسمِّي يقال سمَّيتُ ولدي محمدًا مثلًا التسمية فعلُ المُسمِّي وقول بعضهم إن لفظ الإسم هنا مُقهم يعني زائد لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء هذا الكلام ليس بشيء لأن المُراد ذكر الإسم الكريم باللسان كما في قوله سبِّح اسم ربك الأعلى أي سبِّح ناطقًا باسم ربك متكلِّمًا به فالمراد التبرُّك بالابتداء بذكر اسمه تعالى واسم الجلالة الله قيل إنه اسمٌ جامد غير مشتق يعني غير مأخوذ من شيء لأن الاشتقاق يستلزمُ مادَّةً يُشتقُّ منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادَّة له فهو كسائل الأعلام المحضة التي لا تتضمَّن الصفات تقوم بمسمَّياتها والصحيح أنه مشتقٌ أن لفظ الجلالة مأخوذ من شيء واختُّلِفَ في مبدَى اشتقاقه من أي شيء أُغِذ فقيل من آلَهَا يَا لَهُ أُلُوهَةً وَإِلَاهَةً وَإِلَاهَةً وَأُلُوهِيَّةً بمعنى عَبَدَ عِبَادَةً يعني أصلُهُ أَلَهَةً أي معبُود سبحانه وتعالى وقيل من آلِهَة الأول بفتح اللام آلَهَةً وقيل من آلِهَة بكسر اللام يَا لَهُ بفتحِهَةً آلَهًا إذا تحيِّر آلِهَةً أي تحيِّر والصحيحُ الأول يعني مشتقُّ من آلَهَا يَا لَهُ بفتح اللام فهو إله بمعنى مألُوه أي معبُود جلَّ جلاله ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذُل إلهيَّة والعبودية على خلقه أجمعين قال المعلق روى هذا الأثر ابن جرير رحمه الله في تفسير البسملة وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسنادوا هذا الخبر ضعيف انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر رحمه الله رحمه الله فالله مشتقُّ من آلَهَا يَأْلَهُ أي هو معبُود بحق لا معبُود بحقٍ غيره جلَّ جلاله وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفًا في الأصل ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارًا وأوصافًا يُقال الله رحمانٌ رحيمٌ سميعٌ عليم كما يُقال الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إسمان كريمان من أسمائه الحسنى جلَّ جلاله دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة وهي صفةٌ حقيقيةٌ له سبحانه على ما يليق بجلاله اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخر ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه أي لا يجوز تأويل الرحمة بإرادة الإحسان كما يزعم المؤطلة المعتزلة والأشائر يقولون الرحمة إرادة الإحسان وسيأتي مزيد بيانًا لذلك إن شاء الله فالله تعالى رحمن متصف بالرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى واختُلف في الجمع بينهما الرحمن الرحيم فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا لأن صيغة فعلان تدلُّ على الامتلاء والكثرة والرحيم الذي يختصُّ برحمته المؤمنين في الآخرة وقيل العكس وقد ذهب العلامة إبن القيِّم رحمه الله إلى أن الرحمن دالُّ على الصفة القائمة بالذات والرحيم دالُّ على تعلُّقها بالمرحوم ولهذا لم يجِئ الاسم الرحمن متعديًّا في القرآن قال تعالى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَلَمْ يَقُلْ رَحْمَانًا وهذا أحسنُ ما قيل في الفرق بينهما الرحمن دالٌ على الصفة القائمة بالذات الرحيم دال على تعلُّقها بالمرحوم ورُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما الرحمن الرحيم إسماني رقيقان أحدُهما أرقُّ من الآخر قال المُعلِّق موضوع هذا الخبر لا يصحُّ سندُه موضوع أي مكذوب هذا الخبر مكذوب لا يصحُّ إسنادُه إلى ابن عباس رواه البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات وهو مسلسل بالكذابين الرواد كذابون فقد رواه محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما به قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري لا يثبُت لأنه من رواية الكلب أن أبي صالح عنه والكلب متروك الحديث أي ترك الحفاظ الرواية عنه وكذلك مُقاتل وقال السيوت رحمه الله في الإتقان وأوهى طرقه يعني تفسير ابن عباس رضي الله عنهما طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس فإذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السُدِّي الصغير وهو سلسلة الكذب وروا البيهقي رحمه الله في الجامع لشعب الإيمان عن مُقاتل ابن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل عبدي دعاني باسميني رقيقين أحدهما أرق من الآخر فالرحيم أرق من الرحمن وكلاهما رقيقان قال البيهقي وقوله رقيقان قيل هو هذا التصحيف وقع في الأصل وإنما هما رفيقان والرفيق من أسماء الله تعالى ومُقاتل ابن سليمان متهم بالكذب والضحاك لم يسمع من ابن عباس فهذا الأثر لا يصح والصحيح نعم ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا أي صفة لاسم الجلالة لأنه علم آخر لا يُطلق على غيره أي لا يُطلق رحمن على غير الله والأعلام لا يُنعتُ بها أي لا يُوصفُ بها والصحيح أنه نعتٌ له بأتبار ما فيه من معنى الوصفية فالرحمن فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا تُنافي اسميته وصيته فمن حيث هو صفا جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم فقوله تعالى الرحمن علَّم القرآن قال الشيخ الإسلام التيمية بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق البركة قال المعلق ذكره بصيغة التمريض روية هذه الصيغة اسمها صيغة التمريض يعني إشارة إلى ضعف هذا الخبر وهو كذلك وقد روية بعدة ألفاظ بعضها حسن قاله ابن عثيمين رحمه الله رواه بهذا اللفظ الديلمي رحمه الله في مسند الفردوس وضعفه بن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار والسخاوي رحمه الله في الأجوبة المرضية والألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وأورده بلفظ ممحوق من كل بركة في السلسلة الضعيفة وقال عنه موضوع أي مكذوب ورواه بلفظ رحمه الله رحمه الله في السنن وغيرهم وحسنه جمعٌ من العلماء منهم النووي رحمه الله في الأذكار وابن حجر رحمه الله في الفتوحات الربانية وابن الملقن في شرح البخاري رحمه الله وضعفه آخرون قال الشيخ ابن باذ رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات ضعفه بعض أهل العلم والأقرب أنهم من باب الحسن لغيره يعني ورد من طرق متعددة وورد مثل ذلك في البسملة أي ابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم ولهذا جمع المؤلف شيخ الإسلام لتيمية بينهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي فبسم الله ابتداء حقيقي والحمد لله ابتداء إضافي أي بعد بسم الله والحمد ضد الذنب يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها فالله فالله تعالى محمود لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظم ومحمود على نعمه التي أسبقها على العباد يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعة وأما الشكر فعلى النعمة خاصة الشكر يكون على النعمة ويكون بالقلب الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب يعني تشكر الله بقلبك فتعبده وتحبه وتشكر الله بلسانك تثني عليه وتشكر الله بجوارحك فتعبده وتتقرب إليه جل جلاله وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة الثناء باللسان على النعمة هو حمد وشكر وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس نعمة من الجميل الاختياري أي مما اتصف به من صفات الكمال وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة فالحمد فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة والشكر بالعكس وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فلابد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المتح فإنه إخبار مجرد ولذلك كان المتح أوسع 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 تناولا لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا وقال في الحمد للإستغراق الحمد ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة قال المؤلق على قوله يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته قال فيه قصور أي في هذا الكلام نقص إن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعاله الاختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة ولعل قصده الحمد بالنسبة إلى المخلوق قال هو ابن عثيمين رحمه الله وقال في الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة وقيل للجلس قال المعلق الكلام من قوله ومعناه لابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله جل جلاله وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوط جلاله إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه ولا يكون محمود من كل وجه وبكل أتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز أي جمع صفات الكمال جميعها وهو الله عز وجل فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده باستمبئها فالله تعالى له الحمد الكامل من جميع الوجوه جل جلاله الحمد لله الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه وجمعه رسل جمع رسول رسل بسكون السين ورسل بضمها رسل أو رسل وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه الرسول في بلسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ وهو نبي فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبيا غير الرسول قال المعلق هذا هو القول المشهور عند العلماء وهناك أقوال أخرى قيل إن الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا ومحاورته شفاها والنبي الذي يكون إلهاما أو مناما وقيل إن الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله وقيل إن النبي من أرسل إلى المؤمنين يجدد رسالة رسول قبله والرسول من أرسل إلى الكفار بشريعة جديدة وهذا فرع عن الذي قبله والمراد بالرسول المطاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والهدى في اللغة البيان والدلالة الهدى في اللغة البيان والدلالة كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى أي بينا لهم فإن المعنى بينا لهم ولكن أعرضوا وكفروا وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أي بينا له والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس الله بيّن لجميع الناس الدلائل والبراهي ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي ياقوى ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تبيّن وتدل وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته اللهم ثبِّتنا على الهدى والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونوِّر قلوبنا بالإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ولهذا نفاه الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت يعني لا توفِّق من أحببت التوفيق لقبول الحق بيد الله وأما الإرشاد والدلالة الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله يدلون الناس وأما التوفيق لقبول الحق آذى بيد الله جل جلاله اللهم ثبِّتنا على الهدى والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والدين يأتي لعدة معانن الدين كلمة الدين يأتي لعدة معانن منها الجزاء مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين ومنه قوله ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان أي كما يفعل يجزاء ومنها الخضوع والانقياد يقال دان له بمعنى ذل وخضع ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق والحق مصدر حق يحقه إذا ثبت ووجب فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له اللام في قوله ليظهره لام التعليل وهي متعلقة بأرسل وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان ليظهره يجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان وأل في الدين للجنس فيدخل فيه كل الدين باطل وهو ما عد الإسلام فجميع الأديان منسوخة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والشهيد فعيل بمعنى فعيل وهو مبالغ من شهده وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها جل جلاله ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها وأعظمها إرساله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشراء المتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به صلى الله عليه وسلم وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر